خلال الأيام الماضية جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل مصر بسبب قرار وزارة التعليم العالي والدكتور طاري عبدالغفار عودة خالد عبدالغفار عودة التعليم في الجامعات المصرية على الرغم من إجراءات الدولة ضد فيروس كورونا وخشية الطلاب وأولياء الأمور من انتشار هذا الفيروس خصوصا مع تأخر تطعيم المصريين وعدم وجود التباعد الاجتماعي أو فرص التباعد الاجتماعي داخل الجامعات المصرية النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وطلاب في الجامعات المصرية قرروا تدشين حملة بعنوان إعدام خالد عبدالغفار للرد على وزير التعليم العالي محاولين إثنائه عن قراره عودة الجامعات ليخرج الإعلامي أحمد موسى للدفاع عن خالد عبدالغفار ويطالب بمحاكمة من أطلق هذا الهاشتاج والوسب على مواقع التواصل الاجتماعي في حلقة من برنامجه على مسئوليتي قال لابد من معرفة من وراء الهاشتاج الذي يطالب بإعدام المسئولين على السوشيال ميديا ده كان كلام أحمد موسى في برنامجه وبعد دقائق من إطلاق هذا النداء إلى وزارة الداخلية المصرية قام الطلباء والمصريين والنشاطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتدشين حملة جديدة وهاشتاج جديد بعنوان إعدام أحمد موسى ليتصدر الترند في مصر ويبدأ عندنا إعدام أحمد موسى وإعدام خالد عبدالغفار الغريب في الأمر أن هذا الترند لم يتصدر هذا الهاشتاج والوسم لم يتصدر الترند في مصر فقط لم يتصدر الترند في الوطن العربي بعد التغريدات قارب على المئة ألف تغريدة ممن شاركوا في هذا الترند عمدة بيقول يا أخي سبحان الله الشعب المصري وباقي الشعوب العربية كلهم اتفقوا على كرهة الترند في جميع الدول العربية الأول ردت في صدره إعدام أحمد موسى أحمد الصافي بيقول كل ده حب ده أنت الناس بتموت فيك لدرجة أنهم عايزين يموتوك سعود الخيوطي بيقول فعلا المصر أم الدنيا آخر أفشات حبيبنا المصريين اللذيذة عملوا هاشتاج لوكيل وزارة التعليم إعدام خالد عبدالغفار ولما داخل الإعلامي أحمد موسى يهددهم عملوا هاشتاج تاني إعدام أحمد موسى ولسان حالهم احنا نقصينا كنت كمان أما الزميل أحمد عطوان فقال الشباب المصري الحر خاصة طلاب الجامعات مش عجبهم تخبط قرارات وزير التعليم العالي والإصرار على نزولهم بالملايين لإجراء الامتحانات في ضروة كورونا فهجموا الوزير والقرار وطلبوا بإعدامي بهاشتاج إعدام خالد عبدالغفار فطلع أحمد موسى طالب باعتقال المشاركين فجأة كان الرد سريعا إعدام أحمد موسى أحمد أحمد بيقول خالد عبدالغفار لما عرف أن أحمد موسى هو ولا هيتعدم بداله أكيد كان ده رد فعله وما زال أو كان هاشتاج إعدام أحمد موسى المتصدر للترند على مدار أربع أيام خلال الأسبوع الماضي السؤال لماذا ينحاذ لماذا ينحاذ الإعلاميين أشباه أحمد موسى دائما للمسؤولين دون المواطن المصري ودون الطلبة لماذا يطالب أحمد موسى بإعدام أو باعتقال أو بالأرض من يحاول الحفاظ على حياته وحياة أسراته ولم يطالب مثلا بإقالة الوزير أو محاكمة الوزير على هذا القرار الغير مدرود